هذه أبرز العناوين نجمان مغربيان يدخلان الفرحة على أطفال مناطق فقيرة خبر صادم عن حمد الله والمنتخب المغربي بعد تصريحاته الأخيرة نيف أكرديزوف خبرا صار لريقراغي قبل كأس العالم والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس نجمان مغربيان يدخلان الفرحة على أطفال مناطق فقيرة يواصل نجوم المنتخب المغرب الأول لكرة القدم الذين ولدوا وترععوا في أوروبا يواصلون القيام بمبادرات تجاه قاطن المناطق والقرى الفقيرة في المغرب عبر تقديم مساعدة مادية ولوجستيكية في سرية تامة ودون مواكبة إعلامية نزولا عند رغبتهم وذكر موقع وينوين أن زكريا أبو خلال مهاجم نادي تولوز الفرنسي تولى بناء ملعب لكرة القدم في منطقة ضرب عز ضاحية الضار البيضاء لفائدة أبناء المنطقة حتى يتمكنوا من ممارسة هواياتهم في ضرف جيدة وتصل من صحة الملعب المذكور إلى 220 مترا مربعا ومكسوب عشب صناعي من الجيل الحديث سيمكن أطفال قرية ضرب عز من ممارسة كرة القدم في ظروف مثالية على أن يتم تدشين الملعب بشكل رسمي من قبل السلطات المحلية بالمنطقة يوم الأحد المقبل من جهته وافق أشرف حكيم لعب باريستان جرمان الفرنسي على تجهيز وتهيئة ملعب لكرة القدم بحي لمكانسة بمنطقة بوسكورا ضاحية الضار البيضاء وهو أحد أفقر الأحياء السكنية في المنطقة وتواصلت ناشطة جمعوية بالمنطقة مع حيات جبران المكلفة بالتواصل والتسويق للعب المغربي حكيمي ونقلت إليها معاناة شباب المنطقة بالسبب الغياب التام للمرافق الرياضية وعرضت عليها التوسط لدى نجم باريستان جرمان من أجل تمويل تهيئة وتجهيز ملعب لكرة القدم الأمر الذي قبله حكيمي دون تردد ووفق فورا على مساعدة أطفال والشباب حي لمكانسة وسبق للعديد من نجوم المنتخب المغربي خاصة من أبناء المهجر في أوروبا القيام بالعديد من المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في المناطق الفقيرة والمهمش داخل المغرب مر معظمها بشكل سري نزولا عند رغبتهم في عدم استغلال مبادرتهم أو خوفا من الركوب عليها من قبل أشخاص آخرين خبر صادم عن حمد الله والمنتخب المغربي بعد تصريحاته الأخيرة تحدث الدولي والمغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم فريق اتحاد جد السعودي لكرة القدم عن إمكانية مشاركته مع المنتخب الوطني المغربي في نهاية كأس العالم قطر وقال حمد الله في تصريح إعلامي بعد نهاية مباراة الاتحاد السعودي والخليج أثناء جوابه عن سؤال بخصوص التصريح الأخير لوليد الرقراجي الذي أكد فيها أن باب الأصود مفتوح أمام عبدالرزاق وقال لم أسمع التصريح اسمح لي أبواب المنتخب مفتوحة أمام الجميع ليس حمد الله فقط ومن المؤكد أن يؤثر هذا التصريح المفاجئ من لاعب محترف كحمد الله على علاقته بالمدرب وليد الرقراجي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خاصة وأن الأخير له صوابق في خلافاته مع الاتحاد المغربي في الزمن الفرنسي هيرفرونار وتفعلت الجماهر المغربية في منصات التواصل الاجتماعية بشكل كبير جدا مع الفيديو حيث أن أغلب الجماهر رجحت أن يكون هذا التصريح هو السبب الذي سيبعدها فتحة جدة السعود عن أصود الأطلس في مونديال قطر القادم حيث وصف بعض المتتبعين تصريح حمد الله بالتعالي والعجرفة خاصة مع تودد المدرب المغربي وليد الرقراجي لللاعب ورغبته في حل المشاكل بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم واللاعب من أجل ضمه إلى المعسكر القادم للمنتخب الوطني وقرر وليد الرقراجي مدرب المنتخب المغربي عدم توجه الدعوة إلى المهاجم عبدالرزاق حمد الله كون أنه يفتقد للتنافسية بسبب عقوبة التوقيف التي تعرض لها سابقا من طرف الاتحاد السعودي لكرة القدم يذكر أن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله قضى فريقه اتحاد جدة إلى الفوز على ضيفه الخليج بتنائية نظيفة يوم أمس الخميس على ملعب الجوهر المشعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور روشنة السعودي للمحترفين نيف أكراد يزوف خبرا صار للرقراجي قبل كأس العالم دخل الدولي والمغربي نيف أكراد لعب نادي ويستهام الإنجليزي لكرة القدم في المرحلة الموالية من التأهيل الطبي قبل العودة إلى الميادين الكروية وبشرت دولي المغربي تدريباته الفردي داخل القاعة الرياضية وأنهى مدافع فريق ويستهام هذه المرحلة من التأهيل الطبية بعد العملية الجراحية التي خضع لها في وقت سابق وارتفعت حضود المدافع أكراد في المشاركة في نهائية كأس العالم بقطر بعدما تمتل الاشتفاء كليا من تبعات العملية الجراحية وكان اللاعب أكراد قد خضع لعملية جراحية نجحة على مستوى الكاحل بعد إصابته في بداية الموسم في المباراة الودي الإعدادية بين ويستهام يونيتد ورنجرز الإسكتلاندي مباشرة بعد انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى الفريق الإنجليزي قادما إليه من رين الفرنسي شاهد الفيفا يفاجئ المحارب نور الدين أمرابط استحضر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا التسديدة القوية للدولة المغربية نور الدين أمرابط التي كادت لتكون من بين أجمل أهداف النسخة الماضية من نهائية كأس العالم روسيا 2018 في المباراة التي جمعت أصود الأطلس بمنتخب إسبانيا في دور المجموعات وأعاد الحساب الرسمي للجهاز الوصي على الكرة العالمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشر مقطع فيديو لتسديدة أمرابط التي كانت في طريقها إلى الزاوية التسعين من مرمى المنتخب الإسباني قبل أن تصطدم بالعارضة التي حرمت أصود الأطلس من واحد من بين أجمل أهداف المسابقة وعلق الفيفا على تسديدة أمرابط بالقول بقليل من الحظ كانت لتكون من بين أجمل أهداف البطولة في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة مدرب فيورنتينا يصدي خدمة لواليد رغراقي أصدى مدرب فيورنتينا خدمة كبيرة للناخب الوطني وليد رغراقي أياما قليلة قبل انطلاق التجمع التدريب الإعدادي للمنتخب الوطني استعدادا لودية تشيلي والباراغوي وقرر مدرب فيورنتينا الاعتماد على السوفيان أمرابط كمدافع أوسط في مركز جديد يشغله اللاعب المغربي لأول مرة ويأتي هذا التوظيف الجديد بسبب إصابة أحد الزملاء أمرابط ليقرر المدرب الاعتماد على الأخير في المركز إياه بدل اللاعب وسط الميدان ويأتي هذا التوظيف في وقت يمر فيه الدفاع المغربي بأحلك الأوقات فنيف أكرد لم يعد بعد للتدريبات الجماعية بعد العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرا في حين تراجع أداء رومان سيس في تجربته الجديدة بالدور التركي في المقابل لم يقف الحظ مع أشرف داري أما بدربانون ففريقه قطر القطري أشعر قبل أيام بالتوقف الدور القطري لمنح الفرصة للمنتخب الأول للإعداد للمونديال